ترجمة نانسي قنقر وقالت الإدارة في بيان إن هذه التوجيهات السامية تدل على ما يليه جلالة الملك بوصفه قائدا عظيما من حرص كبير على مصلحة شعبه ورعاية شؤونهم وأن هذه التوجيهات السديدة تفتح مزيدا من أفاق الخير للبحرين وحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق في ظل قيادة جلالته لتخطو البحرين بعزم لا يلين نحو التطوير والإصلاح والتنمية المستدامة وقال رئيس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن بن الشيخ عبد الحسين خلف آل أصفور نرفع أسماء آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي إلى جلالة الملك على هذه اللفتة الكريمة مثمنين إرادة الإصلاح المتوثبة في جلالته وفي الحقيقة أن هذه التوجيهات ليست بغريبة على قائد رسم المجد والنهضة لشعبه الكريم من خلال مشروعه الإصلاحي الذي استوعب الجميع وفتح الأفاق للمزيد من الحرية وكان لرعاية الشعائر الدينية والاهتمام بدور العبادة نصيب كبير من هذا المشروع وأشار آل أصفور إلى أن الجميع يستبشر خيرا بتوجيهات جلالة الملك المفدى